اذا عدنا حديث القاهرة النهاردة طبعا يعني سيناء شهدت حدثا مهما للغاية يحمل رسائل عديدة بالغة الدلالة عميقة في مغزاها وواضحة ساطعة ناصعة فيما يخص موقف مصر الصارم والحاسم والحازم في اي تخطيط مزمع او اي يعني افكار تشوش او تشوه حول الدور المصري الموقف المصري الانسيادة الوطنية المصرية هذا النهار كان نهارا يعني مشرقا ومضيئا ومبهرا في رسالته الى المصريين قبل اي احد اخر ثم الى العلم كله ثم الى الطيار الاسلامي والاخوان المسلمين وهؤلاء الصفات التي يمكن ان نضعها حولهم فيما يخص التشوير والتشويه والتشهير والتشويش على الموقف المصري والافكار التي مريضة التي يريدون للشعب المصري انه يبتلعها او انه يتعامل معها بعادية او ببساطة فيما يخص توطين او نزوح او ما الى ذلك من امور فيها ان مصر هتبيع ارضها يعني فلما رئيس الوزراء المصري بيروح سيناء النهاردة ويصل حتى رفح ومعا قيادات وزارية ووزراء من حكومته وفي نفس الوقت بيستقبلوا قبائل سيناء واتحاد القبائل سيناء وشعب سيناء وفي نفس الوقت شخصيات كثيرة عامة سياسية وشخصيات عامة تصاحب المشهد كله ثم مؤتمرات صحفية امام بوابة رفح ومعبر وميناء رفح البري بيقف فيها رئيس الوزراء ويقف فيها رئيس هيئة الاستعلامات الكاتب الصحف الكبير سيد ديرشوان ويتحدثوا للعالم كله بمنتهى الوضوح والشفافية لما بنقول ان احنا في سيناء النهاردة اللي بيتكلموا عن ان احنا هنبعها ليعني ومقابل ومقابلات يعني واغراءات وضغوط النهاردة يعني هالي سيناء وقبائل سيناء وهي بتعلم بشكل حاسم والقول الفصل يعني اللي هو المعنيين بالموضوع رقم واحد ارضهم ارض مصرية ارض الشعب المصري وارض اهل سيناء نفسهم وهم بيعلنوا انه هذه ارض ارض سيناء التي لا يمكن ان يمسها احد لا يمكن ان ينزعها منهم احد لا يمكن ان تفتح لاحد حتى كائنا من كان حتى لو الاشقاء والاخوة لم تتم تصفية القدارة الفلسطينية على ارض سيناء ليس باسمنا لا مصريين ولا سينوية ولا يجرؤ كائم من كان في العالم ضاغطا او مغريا انه يقدر يهز الضمير المصري او يأخذ من مصر تنازلا عن شبر واحد عن حب ترامل واحدة تمنح ملجأا او يعني مسكنا للاجئ فلسطيني او لمواطن فلسطيني نحن نعلم ان اهم من يقف ضد مشروع النزوح والتوطين هو الشعب الفلسطيني نفسه العنصر الاصيل الاول في رفض هذه الافكار المريضة وهذه الخطط المشبوهة لكن ايضا الشعب المصري الحكومة المصرية الدولة المصرية اهل سيناء لا يمكن انه نازع في ارادتهم ولا في يعني سيادتهم على هذه الارض ولن نقبل ولن يقبل مواطن مصري واحد انه يسمح لنفسه ان يفكر بقبول او خضوع لهذه الضغوط او ذلك الابتزاز او ذلك الاستفزاز ينشر ما ينشر ما ويتقال ما يتقال وسيقال كثيرا يعني بكرة مصر مستعدة لاستقبال جرحة فلسطينيين عشان تدخلهم من المعبر الى مستشفيات مصر العريش والشيخ زويد هيتعاملوا شفت مصر اه بدأوا قادي النزوح مش قلنا كده هي قصها واحدة واحدة وبتجيش برا واحدة كده وهذا اللغوة واللهوة سيقال على فكرة ورغم التأكيد الناس نسأل هو ليه كل شوية المصريين عادين يأكدوا كل ليه كل في محفل رئيس الجمهورية بيطلع يأكد ليه في كل موضع وتصريح بيكلم المسؤولين المصريين طول الوقت عن رفض مشروع التهجير عن رفض مشروع التوطين عن حسم هذا بقوة في الضمير الوطني المصري وفي الاراضة المصرية الرسمية والشعبية ومع ذلك وشوف التكرار ده لانه طول الوقت في حال التكرار للفكرة وترويج لها ومكتوبة على البنارات بتاعت القنامات اياها علشان ايه علشان يزرعها جواك انت كمواطن مصري يزرع داخلك الاهانة انه عادي ان انت راجل ممكن تبيع ارضك وانك تتهاوى ثقتك في الدولة المصرية لا ممكن تردخ او تغرى او يعني يحصلها حالة التنازل دي فهو عايز عايز اشوشك عايز اشوه دولتك عايز اطعم في كبرياءك وكرامتك فانا هستمر في كلامنا انا مين انا الاسرائيلي وانا الاخواني هيستمر طول الوقت في ترويج هذه الافكار وتقدمها طول الوقت على انها امر موجود على التربيز وموضع للتفاوض وموضع للضغوط واصل المشروع ايه اصل البحث فلاني كتب ونشر ايه اصل الموقع العلاني ايه اصل الجران الامريكاني ايه اصل اللي مش عارف الجران الانجليزي ايه طول الوقت لازم يمعك عند البنارات دي طول الوقت وفي التويتات والتغريدات طول الوقت ليه لانه لا يريد لك لحظة واحدة من اطمئنان ولا استقرار على الطمئنينة في موقفك انت كمواطن سيبك حتى من الدول في موقفك انت وعايز يهزك من الدخل